السؤال بعد كده بيقول انا جوزي مسافر وانا نقلت مكان تاني بعد مسافر هو حالف علي تكوني محرمة زي يومبي لو طلعت وانا بطلع اجيب اكل ولادي والسوأ واجيب علاج ليهم واوفر ليهم احتياجاتهم عشان ما فيش حد يجيب لي حاجتي اعمل ايه وعلى علي كفارة لا انت خلي زوج حضرتك يتصل بينا لان مسائل الطلاق دي احنا لازم نعرف هو قال ايه انت بتقولي قال تكوني محرمة علي زي يوم اختي انا الكلمة اللي عندي فرقة هي محرمة فهو قصد محرمة يعني ايه تكوني طالق ولكن اصده ايه ولو اصلا احنا خلينا اقول بس اخواننا اللي بيفتوا في الطلاق في اوقات كتيرة ييجي افتي على الكلام اللي قالته الزوجة فييجي ليجي بقى الزوج بعد كده ييجي يقول له انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده خالص انا ما قلتش تكوني طالق لو عملت كده انا قلت ايه انا قلت انا هطلقك لو عملت كده قاله يوقع دي فرق تيجي الزوجة تقول له وهي في فرق يعني اه طبعا في فرق في فرق ما بين النواة يوعدك بالطلاق لو انك انت عملت كده هطلقك بيوعدك النواة يطلقك لو عملت كده وبين النواة يقولك ايه هتكوني طالق لو عملت كده وفي فرق ما بين انت تكوني محرمة عليها لو عملت كده كل الالفاظ دي الفاظ متعددة فلازم نسمع الزوج عشان نقدر نفتي في مسائل الطلاق دي وعشان كده المسألة بسيطة احنا محتاجين ان زوج حضرتك يتصل بينا عشان ايه نقدر نجاوب عليه حضرتك بتقول ان زوجك مسافر ممكن اتسع على مية وسبعة سهل او اتسع على رقم تليفوني سهل فلكن احنا لازم نسمع منه مش لان احنا مكذبينك فيه ستات كتيرة فيه زوجات كتيرة بتفهم المسألة غلط بتفهم ان احنا دايما بنتهم المرأة بان هي ما بتبقاش حافظة او ان هي مش فهم او ان هي ثقافتها مش مساعدها ان هي تسأل عن الاسئلة الدقيقة والمهمة في حياتها غلط ده ولا ولا ده في دماغنا خالص لكن انا واحد جاي بيقول لي انا ابن عمي تعبان ممكن تكشف علي عشان هو تعبان ومش هيقدر ييجي هقول له ايه هاتي ابن عمك عشان اكشف علي فانتي معنا ان اللي انت بتقوليه ان هو مسافر مش معناها انه خلاص لا دي معناها ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه نسمعه ونتحقق منه ونتحقق منه مش لان احنا بنكذبك لا احنا بنتحقق منه لانه هو المسؤول عن الطلاق كل واحد يتحمل مسؤوليته هو مسؤول عن الطلاق فهو اللي يتلفز بالطلاق افرد هو اكيد بيامونان يبقى خلاص هو اللي بيتحمل ده يبقى ايذن احنا محتاجين نسمع ايه الزوج ولا مانع ان انتو الاتنين تكونوا مع بعض اثناء الاتصال لكن ضروري ان هو اللي يتصل عشان نقدر نفتي في مسألة الطلاق ومش اقدر اقولك انت عليك الكفرة لا لكن اقدر اقولك خلي زوج يتصل بينا عشان نقدر نجاوه اشتركوا في القناة